الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دكتورة آمنة ضحاك الشامسي المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات في إحاطة إعلامية جديدة حول الأوضاع الصحية في الدولة ومستجدات مرض كوفيد-19 خط دفاعنا الأول مستمر في خطة الفحص الوطنية ونتمن جهودهم في الكشف والتقصي حيث وصل إجمال الفحوصات خلال الأسبوعين الماضيين لأكثر من 650 ألف فحص في مختلف مناطق الدولة ونفذت الجهات الصحية 30147 فحصاً جديداً كشفت بدورها عن 635 إصابة بمرض كوفيد-19 جميعها تتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة ومع هذا العدد يصل الإجمال للحالات المسجلة في الدولة حتى يومنا هذا إلى 35192 حالة تشمل المتلقين للعلاج والمتعافين وأيضاً حالات الوفاة جمهورنا الكريم تستمر حالات الشفاء والتعافي والحمد لله إذ نعلن اليوم عن شفاء 406 حالات إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمال حالات الشفاء إلى 18338 حالة ويؤسفنا أن نعلن عن وفاة شخصين من المصابين بمرض كوفيد-19 بذلك يصل إجمال الوفيات إلى 266 شخصاً مع هذه الأرقام يصبح عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 والتي ما زالت تتلقى العلاج 16588 حالة نتمنى الشفاء العاجل لهم جميعاً بإذن الله إخوتي وأخواتي منذ بداية الأزمة حرصت دولة الإمارات على التركيز والاهتمام ببعض الفئات العزيزة علينا في المجتمع منهم كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة بهدف الحرص عليهم وحفاظاً على صحتهم هم فئة غالية لهم حق علينا نتحمل جميعاً مسؤولية سلامتهم لذا تم وضع الإجراءات الاحترازية لحمايتهم لأنهم الأكثر حاجة للرعاية والاهتمام وفي هذه المرحلة الهامة من الضروري الاهتمام بالتواصل معهم عن بعد ودعمهم معنوياً والوقوف أيضاً على احتياجاتهم وتوفيرها لهم وتوعيتهم وإبعادهم عن كل مخاطر المخاطر التي قد يتعرضون لها لا سمح الله جمهورنا الكريم لحظنا خلال الفترة القليلة الماضية بعد الملاحظات المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي والمرتبطة بخروج الأفراد وتواجدهم في الأماكن العامة مثل الشواطئ والمراكز التجارية وغيرها ونؤكد أن كافة الإجراءات الاحترازية المعلنة والجزاءات المترتبة عليها ستطبق على كافة الأفراد سواء مواطنين أو مقيمين فلا فرق بين مواطن ومقيم وكلنا أبناء وطن واحد سلامتكم وصحتكم أولوية فلنحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وصحيح أن القيود قد خففت ولكن يبقى الحذر وأخطر ما في هذه المرحلة التهاون والتساهل في تطبيق الإجراءات الوقائية لأن آثارها قد تبدد جهود وطاقات خط دفاعنا الأول المسؤولية أصبحت فردية على كل منا فلنكن عوناً لهم ونستمر في تباعدنا الجسدي وحماية أنفسنا وجميع من حولنا ونستبشر بأن القادم أفضل بإذن الله أدام الله عليكم جميعاً وافر الصحة والعافية ودمتم آمينين